السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا جاء النداء للحجاء أيها الناس في حين أن الخطاب في الصلاة وغيرها جاء بيا أيها الذين آمنوا ما الفرق بين الصدقة والهدية والهدى وما الفرق بين السموم والحرور وما الفرق بين الحولقة والحوقلة وكذلك ما الفرق بين الرؤية بالتاء والرؤية بالألف الإجابات نتعرف عليها في هذه الحلقة تابعوا معنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إذن سؤال قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله بينما الخطاب في الصلاة وغيرها كان إلى الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا الإجابة الحج يختلف عن كل العبادات فعندما قال تعالى ولله على الناس حج البيت هذه دعوة للناس أجمعين للدخول في الإسلام لكن كيف؟ الصلاة، الصيام، الزكاة هي مشتركة بين كل الديانات قال تعالى عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال كذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال كذلك وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وكفار قريش كانوا كذلك يصلون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فلو قال تعالى صلوا لقالوا إنما نصلي ولو قال زكوا لقالوا إننا نزكي ولو قال صوموا لقالوا إننا نصوم إذن هذه الدعوات لو قالها لا تكون دعوة للدخول في الإسلام بخلاف الحج لم يكن أهل الكتاب من النصارى واليهود يحجون إلى بيت الله الحرام فلما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا معناها كل مدعوون للدخول في الإسلام لأن هذه العبادة الوحيدة التي لم تكن عند أهل الكتاب هم كانوا يصلون ويصومون ويزكون إلا الحج فلم يكونوا يحجون لمكة إذن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت هذه دعوة للدخول في الإسلام وإقامة هذه العبادة والله تعالى أعلم ما الفرق بين الصدقة والهدية والهبة من دفع شيئا إلى شخص محتاج يريد به ثواب الآخرة فهذه تسمى صدقة وإن أعطى أحدا شيئا من أجل التودد إليه أو محبته أو التقرب إليه أو نحو ذلك فتسمى هدية وإن لم يقصد شيئا من ذلك كان هبة ونحلة وعطية ما الفرق بين السموم والحرور السموم هي الريح الحارة بالنهار فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم والحرور هي الريح الحارة بالليل قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور الكثير من الناس يخلطون ما بين الحولقة والحوقلة فما الفرق بين الحولقة والحوقلة الحولقة هي قولك لا حول ولا قوة إلا بالله أما الحوقلة فهي مشية الشيخ الضعيف ما الفرق بين الرؤية بالتاء والرؤية بالألف الرؤية التي هي بالتاء فهي ما تراه العين المجردة أثناء اليقظة أما الرؤية التي تكتب بالألف فهو ما نراه من أحلام أثناء النوم قال تعالى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين هذا والله تعالى أعلم بما جاء في كتابه من الذكر الحكيم وصلنا إلى نهاية الحلقة حين وجدتم فيها فائدة فلا تدخلوا بنشرها وإن كنتم تبحثون عن محتوى متميز فيمكنكم زيارة قناة الدنياية وديني على الإنستغرام والفيسبوك ويمكنكم كذلك متابعة صفحتها الرسمية حيدر جبار أوفيشل على الإنستغرام والفيسبوك شكرا لكم على حسن المتابعة أراكم في حلقة جديدة على قناة الدنياية وديني ومن سلسلة ليتدبروا أياته كان معكم حيدر جبار تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته